أكدت على فكرة أن أبو تريكا اعتزل كرة القدم وحتى أصدقائه يعني أو زميله في الفرقة زي سعد سمير مثلا كاتب على الفاسبوك عنده أن متعة الكرة هتنتهي باعتزال أبو تريكا ولكن هو أعلن قبل السفر أن خلاص كاس العالم الأندية دي آخر حاجة لي لكن بعد المباراة ما فيش حاجة يعني اللي واصل من هناك أنه خلاص أبو تريكا اعتزل يعني اعتزل وهو مصر على هذا الكلام لكن فكرة بقى اقنعه بالبقاء حتى نهاية الموسم كابتن شاوي غريب المدير الفني أو كابتن أحمد حسن المدرب أو كابتن أحمد حسن مدير الفريق هل ممكن يقنعه وكابتن محمد يوسف هل ممكن يقنعه لغد الوقت المعلومات اللي جاية من المغرب خصوصا بعد إصابته هل ممكن تكون مباراة جوانزهو الصيني آخر مباراة في تاريخ وعلاقة أبو تريكا بكرة القدم وبعدها آخر مباراة رسمية يعني لأن أعتقد أبو تريكا يعني لو اعتزل هيتعمله مباراة اهتزال كالأساطير يعني أعتقد مباراة اهتزاله هتكون مباراة كبيرة هيجي مئات الألاف عشان يحضروا هذه المباراة مش من مصر فقط من كل الدول العربية ومش لعيبة مصريين فقط ولا عرب فقط بل أفرقى ولعيبة عالميين ممكن يكونوا متواجدين وفي اعتزال أبو تريكا لو قرر ان هو يعمل لنفسه مباراة اهتزال وأعتقد النادي الأهلي هيعمل له مباراة اهتزال لأنا متأكد منه أن ما قال هذا الكلام مجلس إدارة ناقش الموضوع دوت ووافق على فكرة اهتزال أبو تريكا وأن هو عايز يعتزل فوافق على هذه الفكرة مجلس إدارة النادي الأهلي في ذاك الوقت طيب نروح لأخبار أخرى أيضا متدولة شكبالا